بسم الله اهلا مرحبا بحضراتكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن اسوأ عدتين بيعملهم بعض مربين الحمام في طيورهم وتمنى ان شاء الله ان احنا في شهر رمضان المبارك نتخلص من العدد ديت ونبدأ بفكر جديد مع الحمام العدد الاولانية هي حواشات الحمام العدد التانية الحمام الكساح اه خلونا قبل ما نبدأ الفيديو نرحب بكل اخواتنا المشتركين الجدد في القناة بكل الود نرقاكم وخالص شكر وتقدير وامتناني لكل اخوات اللي بدعموا المحتوى سواء باللايك او بالشير او بتعليقاتهم الجميلة اه ده اللي بيخالينا نستمر ونقدم كل ما هو جديد ومفيد ان شاء الله اه وطبعا اتدل على الخير كفاعل نبدأ الفيديو بتاعنا على بركة الله اه ايه هي حواشات الحمام حواشات الحمام باللغة الدارجة او باللغة الغواة الحمام الممسوك اه ما بيبقى فيه احد عنده غية وبينش حمام وبيمسك حمام للغير طبعا اه الفكرة دي جات منين انا اتكلمت مع احد الغواة او المربين اللي عنده غية حمام قال لي انا بصرف على الحمام او احنا بنصرف على الحمام من حواشات الحمام يعني ايه الحمام اللي بيحوشه او الحمام اللي بيمسكه عنده بيبقى بيطير وبينش وبيجي مسلا يمسك حمام لحد تاني بيطير برضه سواء الزغليل او حمام يعني سواء الزغليل بقى الزغليل طالع من دشار او حمام كبير بيبدأ ان هو يمسك له الحمام ده هو زي نظام عرف متعرفة لكن الحمام اللي بيمسكه بيجمعه وينزل به السوق اخر الاسبوع يبيعه بيبيعه ويبدأ يصرف على الحمام اللي عنده ويجيب اكل في نفس الوقت في ناس بتشجع الموضوع ده حتى لو هم مش مربين حمام بينزل السوق يدور على الحواشات دي يقول يلاقي يبقى واحد نزل ببوكسة بسندوه فيه ناس بتنزل بشكاير خيش يلاقي مع الحواشات ديت يمسكه وياخدها منه وبتبقى سعرها الخيس فيه ناس بتاخدها معظم الناس بتاخدها للديبيع يعني فطبعا هو كده شجع اللي بيمسك الحمام او يحوش حمام غيره على ان هو يستمر في الموضوع ده لانه لقى الزبون اللي بيشتري طيب انا مش مش هاود اتكلم بقى واقول يعني حلال وحرام هو طبعا لا ضرر ولا ضرار فده شيء مضر بيدر بغيرك يعني انا سألته سألته طب ما انت بتمسك لغيرك حمام لو غيرك مساك لك قال لي انا بيتمساك لحمام والعرف ماشي كده ما بيتمساك لحمام خلاص ببعرف اللي مسكه او شاف اللي مسكه يا بيروح بقى يفك رهانه منه ويدي له اللي فيه النصيب ويفك رهانه لحمام يما التاني بينزل بالسوق يبيعه يا ما عملت مشاكل مع ناس فاذا ده شيء بيدر بالاخر بيدر بيك فيعني اعتقدني عادة سيئة اتمنى يعني ان الناس تقلع عنها اللي بتعملها يعني فبكلم صاحبنا ده بقوله طيب قال لي وانت فكرك يعني انا اعمل الغية وبنشي ليه وبخلي الحمام بنشه بالليل وفزع وليه وبتاع الاساس ان هو الحمامي وصوم الذكور اللي عنده ينشه على اساس ان الحمام ياخد ويد في بعضه ويبدأ الحمام ينزل ويبدأ ان هو يمسكه طبعا احنا عملنا سلسلة عن اصول الناش فطبعا ده شيء فيه ضرر بالاخر وفيه ضرار فيعني اعتقد ان حاجة زي كده يعني ما ينفعش انها تتعمل وتمنى ان الناس يعني تقلع عنها تمام انت فرد حمام غريب جالك جالك الغية ممكن لو انت حشته عندك ومسكته عندك يبليلك الدنيا ويبقى اهدلك الطور بتاعتك وينقل المرض لان فيه فرق مناعاته ممكن يكون حامل للمرض دي حاجة الحاجة التانية يعني قطب مطعمك تكون مستجابة دعوة لازم اكلك واكل طيورك من الحلال فما تعملش الحاجة للدور غيرك او انت ما تقبلهاش على نفسك وان انت مثلا مش معنى ان انت تسرقت ان انت تسرق يعني هو عرف سيء اتمنى ان الناس يعني ايه تقلع عنه يعني دي حاجة فيه ناس بتاخدها النوع من المنوع المراهنات كده ويبدأ ييجي على الحمام اللي هو مسك وده ويديه لصاحبه تاني وبتاعة يعني كل واحد حسب ايه عمله يعني النوع التاني عشان ما تقولش لكم من العادات السيئة الحمام الكساح حمام الكساح بيجي للأسف بعض مربين الحمام خاصة الحمام الزينة بيبقى مربين ببطاريات طبعا البطاريات معروفة للنسبة الفقد او الهادر في الكلفة او الحبوب اللي بيقولها الحمام كتير لان الحمام انتقاءه بيقعد بأسر في الحبوب وفتاعه فبيبقى فيه نسبة النسبة دي بتنزل على الارض ساعات وبساعة بتتوقع في الادراج فهو بيجي الصاحب ناي جاي بكم جوز حمام حضان او كم جوز حمام من الرخيص اللي عنده وحطه في الارض الحمام ده بقى يلقط الحبوب اللي بتوهمل الحمام الثاني سواء بقى متسخة بالزرق سواء كده ممكن ساعات بينضف له الادراج الاكل اللي في الادراج هو كده في دماغه انه هو بيوفر يعني ايه يعني اما الحمام يأكل بению الاكل اللي واقع من الحمام سواء متسخ بالزرق او يلقط من الارض في دماغ الحضاني يعني هو في دماغه كده انه هو بيوفر ويعني بيقال لفهدر الكلفة ده طبعا أكبر وأسوأ تصرف ممكن مرب الحمام يعمله ليه؟ لأن لو الحضان جالوا أي ميكروب أو بكتيريا أو فطر أو فيروس أو أي إصابة مرضية نتيجة الأكل الملوس ده أو الحبوب الملوسة أو المرتبة ديت الحضان هينقيلها لبيت الحمام لأن العدوى بتنتقل مش بس عن طريق الزلق ده ممكن عن طريق الغبارة عن طريق الجو وعن طريق المكان عن طريق إيد المرب نفسه يعني يكرموا طيوركم عشان ربنا يكرمكم فيها بلاش حتة الحمام الكساح ديت اللي انت بتخليه يأكل بواقي الأكل فيه ناس بتعملها بطريقة تانية يعني فيه ناس وبتلاقي دايما حمل في الأرض ده حالته الصحة مش كويسة أو الشكله مش كويس ويبنى على ريشه كمان فيه ناس بتعملها بطريقة تانية يأشط بواي الأكل اللي قدام الحمام يعني هو بيأكل الغزار بيأكل حمام زينة بيتفضل أكل بواي الحبوب اللي الحمام أعرض عنها دي وما كلهاش يبدأ يأشطة ويحطها مثلا الحمام زي الرومي زي اللاحم قدتوا العدد دي كلها عدد سيئة قدت الأكل على قد الحمام بحيث ما يتفضلش منه وبحيث يخلصوا بفترة بسيطة ربع ساعة نص ساعة موضوع التأسيط موضوع مجهد بتشيل ممكن حبوب مرتبة حبوب ملوثة تنقلها لطيور تانية تعمل مشاكل للطيور التانية فدايما بلاش نهضر نستعمل كمية الأكل المناسبة للطيور يعني أنا أعتقد لو فيه أكل وقع وملوث بزرق أو بفضلات أو في الدرجة بتاع البطارية أو متفضل من الطيور بلاش يتخلين نفس الطيور إما بلاش أن انت تقدموا لطيور تانية أتمنى أن أنا ما كونش طويلت على حضراتكم وأتمنى أن المعلومة البسيطة دي تكون وصلت لكم ده من باب حرص على أخواتي محب الطيور محب الخير ومن باب حرص إن إحنا في الشهر المبارك ده ربنا يدو علينا وعليكم باليمن والبركات إن الناس يعني تتخلى عن العداد السيئة يعني إن شاء الله بإذن الله انتظرونا في الفيديو القادم هنتكلم فيه عن التربية السيبة والتربية المحبوسة أو التربية في بطاريات أو مناير أو مرابيع أيهم أفضل ويمتقى رب كده التربية السيبة حرة الحمام سيبة في بعضه ويمتقى رب في مرابيعه ويمتقى رب حمام طليق يعني في الهاوى طبعا كل نوع حمام وكل غرض من التربية له أفضل نظام خاص بي يعني ما ينفحش أقول على المطلق التربية السيبة دي أفضل على المطلق والتربية لا كل نوع وكل نظام حمام وكل غرض من تربية الحمام له أفضل نظام خاص بي انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله بفيديو حصري نتمنى دوما نلقاكم على خير دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته